السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبا بكم في فيديو جديد أولا نرحب المشتركين الذين يشتركون في القناة الذين يدعمونها ديما وكان نرحب الناس الذين يدخلون عندي الواتساب يساولون عنهم المعلومات الذين لم يدخلونها تشوي واحد فيهم كان حاول نجاوبوا علاقة المستطاع وعلاقة المعلومات الذين أعرف وشي حاجة ما كانت لدي قدرة انني نجاوب عليها فرأني كنت ستسلح منكم كنت ستطلع للناس لا نجاوبش ولكن نحاول نجاوب أكبر قدر الممكن فالإخوان كنتمنى أن تشتركوا في القناة ودعمونا بلايك وكمنتر اخوان بزاف ديالناس كانوا يساولوني على فيزا جورجيا لإلكترونية ولكن مع الأسف نحن هنا في المغرب لا نحن فيزا إلكترونية وما نحن قنصولية جورجيا في المغرب أقرب قنصولية قريبا لنا وهي قنصولية مدريد فباش أننا نقدم على فيزا جورجيا سوف تكون لديك فيزا شينغن باش أنك تدخل لمدريد لكي تأقلية على فيزا جورجيا وبالطبع يتحل لديك فيزا شينغن متعددة فرأة ممكن تمشي لجورجيا او تكون لديك فيزا الإمارات والإسرائيل والبريطانية ممكن تدخل بها إذا كانت متعددة تدخلت ولكن اليوم سوف نتكلم على المنافسة الممكن تدخل لها بسهولة وهي أبخازيا كما تشاهدون هنا هذه هي أبخازيا وهي أوسيتية الجنوبية متأخمين مع جورجيا طبعا الحال كلهم أخدوا الاستقلال على الاتحاد السوفيتي وعلى الروسية اعترفت بهم بحكمة تدخلهم أنهم أولوال مستقلة كما تشاهدون في هذه الصورة أنا سبق ليت تواصلت مع حكومة أبخازيا على أساس تصريح السفار وكما تدخلهم على الشكل التالي وكما تدخلهم على الشكل التالي فأنا شغلت لها ودفعت لهم جديد على أساس أن نتحصل على تصريح الدخول كما تدخل جورجيا عن طريق الحدود البرية اللي ممكن تحصل فيه ودخل جورجيا عن طريق أبخازيا المسيطة الجنوبية هكذا كما تدخل عليك سهل أن ندخل لجورجيا كما سنجعلوني لكما سنستخدم لها للمسيطة ابخازيا لا تحصل بهم بأساس بأخري حيث اللقرن ملايك أوكرانيا وبولندا هكذا وصلنا إلى الفين دائل الفيديو أراكم فيديو جديد